عايزين حضراتك في البداية تكلمنا عن طبعا احنا شفنا خلال السنوات اللي فاتت فيه افلام في السينما كتير جدا اتعرضت عايزين يعني تقولين حضراتك النتيجة بشكل عام هل بقى انتاج السينما غير قبل كده؟ يعني احنا كان بقى لنا كم سنة بسبب الكوفيد ومن 2020 الانتاج السينماية بتدع يقل لكن في السنة اللي فاتت دي كان الانتاج المصري السينماية الحقيقة كان انتاج كبير وضخم ومهم جدا افلام كتيرة جدا حققات نجاح كبير في السينما المصرية على مستوى الايرادات على مستوى الصناعة بشكل عام كمان يعني اغلب النجوم كانوا موجودين كريم عبدالعزيز تامر حسني وغيرهم غيرهم من النجوم الكبار يعني اللي بيحققوا ايرادات في السينما يعني وكمان احمد عز غير وغيرهم يعني من الاسماء المهمة جدا يعني في السينما طيب يعني احنا نقدر نقول ان السنة دي هي حققات يعني افلام اكتر في السينما طيب كان فيه اكبال كمان من الجامعية؟ طبعا انه الايرادات كانت يعني الاكبال كان يزير الايرادات مهمة جدا والسنة اللي فاتت تتعرض كيرة وجن وده اضخم انتاج مصري وسينمائي والاعلة ايرادات في تاريخ وكريم عبدالعزيز برضو كان ليه الفيلم برضو الاخير برضو حقق على ايرادات في تاريخ السينما المصرية يعني تعدى المية وعشرين مليون جنيه طيب عايزين برضو نشوف يعني مثلا في خلال السنة دي اكتر فيلم فاجئ الناس بنجاحه وباراداته وكان ما كانش متوقع يعني هو فيلم كريم عبدالعزيز الاخير اللي هو بس كان متوقع دايما احنا عايزين اه بس لا يعني كان انه هو يبقى اعلى لانه فيلم كوميدي مش فيلم اكشن والناس متعود على كريم انه مثلا كان عامل افلام زي ليه علاقة بالغموض والإصار زي الفيل لازرق او كيرة وجن فيلم تاريخي واكشن وكده انما فيلم كوميدي يتحقق كل الإرادات دي كان برضو مفاجئا انه يحتل رقم واحد ده ده برضو كان مفاجئا للناس انه هو يبقى فيلم اللي هو شاركه فيه كريم محمود عبدالعزيز طيب كمان ايه الفيلم اللي كان يعني مرجح انه هو فعلا برضو يعني ينجح في السينما من ممثلين اخراك بس اتفاجئنا انه هو محققش نجاح ولا إرادات اعتقد ما فيش حاجة كانت مش متوقعة يعني انه انها ما تنجحش ونجحت يعني ما حصلش ده في السينما في السنة اللي فاتت لكن اللي حصل في يعني مثلا فيلم زي كرة وجينكم الناس متوقع انه اول مشاركة بين كريم عبدالعزيز واحمد عزيز السينمائيا كان الناس متوقع انه هو يجيب إرادات وفعلا حقق تاني على إراد السنة اللي فاتت في تاريخ السينما المصري طيب لو هنتكلم كمان عن الاخراج يعني حضراتك شفت يعني مثلا اخراج فيلم مميز كان اخراجه من وجهة نظر حضراتك ان ده اخراج توليفة كلها على بعضها من ممثلين بكل حاجة طبعا كرة وجينة اخراج مروان حامد فيلم مهم جدا وبيقرخ لفترة 19-19 في مصر والقصة والبطولة الشعبية وانه الناس ازاي تمهيدا لثورة 19-19 يعني كان فيلمه مهم جدا ومتكلف انتاجيا ومروان حامد قاعد ثلاث سنين او اكتر يصور فيه فيلم مهم جدا جدا وبيقرخ لفترة مهمة في تاريخنا طبعا ترجمة نانسي قنقر